السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزة الله وطالبات الصفر الرابع لاتداء عشرين خمسة وعشرين تيرما أول رجعت لكم بفيديو جديد معاكم مسأس مائي ياسر النهاردة هكمل معاكم يونت فور الوحدة الرابعة اللي بعنوان where do you live يعني اين تعيش بج او صفحة 131 في الكتاب الاي اولاد في كتاب الجام لسن ثري الدرس التالت النهاردة هنحل على الدرس التالت ونقرأ كلماته ونقرأ النصوص الاستماعي الخاصة بيه وفي اي قاعدة بنشرحها بنحل التدريبات الخاصة بيه لو انت اول مرة اتبعنا يا سنة رابعة ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وكمان تدعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لأكبر قدر ممكن من الطلاب واسيب لك تحت في الوصف ازاي تكتب paragraph ازاي تكتب ايميل وصفحة الفيسبوك لو محتاج اي استفسار تقدر ترسلني من خلالها واتبعنا هناك واسيب لك كمان قائمة تشغيل الصف الرابع لاتداء عشرين خمسة وعشرين تيرما أول فيها جميع فيديوهات الوحدات السابقة مشروحة ومحلولة بالترتيب من كتاب الجيم وكتاب المعاصر للي مع نسخة كتاب المعاصر وكمان بينزل فيها التقييمات الاسبوعية الخاصة بموقع الوظارة نازل لحد الاسبوع الخامس وينزل كل التقييمات اللي جاية كلها بإذن الله هنعمل ايه الوقت يا ماز؟ هناخد الدرس التالت زي ما نشايفين الدرس التالت عبارة عن كذا جزء الجزء الأولين اللي هو جزء ايه؟ بيبقى عبارة عن giving directions يعني ايه؟ اعطاء اتجاهات giving directions اللي بتوفر نيز لو سمحتوا يا سنة ربعة أقول ورايا giving directions يعني اعطاء اتجاهات giving directions بيقولي هنا listen استمع point أشر and say وقل بنبدأ هنا يا ولاد بالمين vocabulary اللي هي المفردات الرئيسية أول كلمة معانا أو أول تعبير إنك تمشي في خط مستقيم زي ما انت شايف كده يعني ايه؟ يعني go straight ahead بيبقى تفترني يالله يا سنة ربعة أقول ورايا go straight ahead عندي كلمة straight هنا الجي اتش silent لا تنطق أكيد انك مش بتنطقها go straight ahead go straight ahead يعني اتجه الأمام مباشرة أو سير في خط مستقيم تاني حاجة معايا إن أنا عاطف يسارا يعني ايه؟ يعني turn left turn left يعني أنا عاطف يسارا turn left turn left لكن إن عاطف يمينا يعني turn right وبرضو الجي اتش بكلمة right silent لا تنطق اسمه إيبا turn right turn right إن عاطف يمينا يعني turn right إن عاطف يمينا يعني turn right بعد كده خز المنعطف الثاني على اليمين يعني بمعنى تركزوا معايا أنا الوقتي عند طريق الطريق ده زي ما انتم شايفين كده في كده أول منعطف تركزوا معايا هذه المنعطف الأولين وبعدين ماشي شوية في منعطف تاني أنا بقول لك خز المنعطف الثاني على يمينك يعني أنت هتمشي كده 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 لأ مش هتخش هنا ده أنت هتخش في المنعطف الثاني وتحود ايه؟ وتحود يمين يبقى اسمه يبقى اسمه take the second right يعني خوز المنعطف الثاني على اليمين take the second right take the second right take the second right طيب it's on the corner يعني إنه في الزاوية أو ملتقى شرعين يعني عن ناسية it's on the corner يبقى تفترميل لو سمحتو it's on the corner it's on the corner يبقى تفترميل it's on the corner بعد ما كون زاكرت الكلمات الرئيسية كويس جداً بدأ أذاكر الاكسترا فوكابيوليري وبرضو مهمة جد سعيد يعني happy ودي كلمة adjective صفة happy happy يبقى تفترميل happy اتجاهات يعني directions directions يعني اتجاهات directions directions today يعني اليوم today today اليوم يعني today street يعني شارع street 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 بعد كده عندي الconjugation of verbs اللي يتصريف الأفعال regular verbs بإضافة ال-d وال-ed وال-id عندي الفعل visit يزور الماضي منه visited دفتلو ed visit visited visit visited turn ينعطف الماضي منه turned turn turned برضو ضفتلو ed turn turned بعد كده عندي ال-regular verbs اللي هي الأفعال الغير منتظمة قلنا ان هي اي اولاد حفظ ملهاش قاعدة عندي عندي go الماضي منها went go went go went take يأخذ الماضي منه talk take talk take talk بعد كده عندي expressions اللي هي تعبيرات and phrases وجمل خذ المنعطف الثاني جهة اليسار take the second left take the second left take the second left يعني خذ المنعطف الثاني جهة اليسار take the second left إليك بعض الاتجاهات here are some directions here are some directions here are some directions see you soon يعني أراك لاحقا see you soon see you soon excuse me اللي هي معذرة excuse me excuse me اللي تفترميها سنة ربعة excuse me the corner of من نصية أو من تقاطع the corner of the corner of the corner of on the left يعني على الشمال on the left on the left on the left هنا بقولك تكير نصيحة كده أو خد بالك عندما نكون بوصف الاتجاهات بنستخدم the imperative اللي هي صيغة الأمر يعني أنا بقولك go straight يعني سر في خط مستقيم أهد أو turn left يبقى ناخد بالنا من حاجة زي دي سنة ربعة إن إحنا لما بنيجي نستخدم الاتجاهات بستخدم الفاعل في المصدر الفاعل إيه أمر زي ما أنتو شايفين كده تعالوا نكمل وصلنا لبعد كده 132 132 لسا مكملين في الواحدة الرابعة lesson 3 الدرس التالت الواحدة الرابعة اللي بعنوان where do you live هنا عندي بقولي listen استمع read اقرأ and role play وتبادل الأدوار البنوت دي بتقول excuse me معزرة where is the post office أين مكتب البريد هتبدأ تقول لها go straight يعني سري أهد في خط مستقيم turn right وبدأي التجه يمينا take the second left خذي المنعطف الثاني على اليسار it's on the corner إنه في الزاوية يبقى هنا بوصف لك الطريق الطريق استخدمت كلها أي ولا تصغط أمر go straight turn right take the second it's on the corner قالت لا طبعا إيه قالت لا thank you يعني شكرا لك تعالي نقرأ دي كمان مع بعض hi دينا مرحبا يا دينا I am so happy أنا سعيدة you are coming to my house today إنك هتيجي المنزل بتاعي اليوم here are some directions إليك بعض الاتجاهات from the corner of south street with latif street بتقول لها إن من تقطع الشارع الجنوبي مع شارع من latif go straight ahead يعني سري في خط مستقيم take the second right اتخذي اليمين الثاني تو عبدالوهاب street لشارع عبدالوهاب go straight ahead وبدأي أمشي في خط مستقيم turn left at the supermarket وقالت لقيت تجي يسارا عند the supermarket my house is between the supermarket and the school المنزل بتاعي ما بين the supermarket المدرسة see you soon أرأكي لاحقا فريدة تعالا كده نشوف بقى الخريطة بتاعاتنا أول حاجة ده start البداية قالت لها إيه انت الوقت يوقف في الزاوية أو في تقطع طريقين قالت لها إبدأ يمشي من عند لطيف street أهو الشارع مين لطيف وبدأي أخذي إيه خذي الاتجاه التاني أو المنعطف التاني يمين عند عبدالوهاب street وعند السوبر ماركت التجي يسارا أهي قالت لها أنا منزلي ما بين the school المدرسة ومين يا أولاد أهو super market وال school يعني منزلها هنا أهو ده بالنسبة لإيه للاتجاهات اللي هي قالت عليها تعالا نكمل الجزء التاني للدرس في صفحة 133 133 جزء خاص بي story أو قصة story أو إيه أو قصة listen استمع and say وقل تعالا بقى نقرأ الكلمات مع بعض أول حاجة يا أولاد قارب سياحي طبعا المين vocabulary المفردات الرئيسية قارب سياحي يعني tourist boat دي تفتر مي الله tourist boat يعني قارب سياحي tourist boat tourist boat Chinese اللي هي اللغة الصينية Chinese Chinese دي كلمات كلها نستخدمها دلوقتي في الستوري بتاعتنا أو في القصة اللي إحنا نقرأها Chinese طبعا نتذكر زي كلمات التانية بالضبط Chinese فصل الصيف summer 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 قول ورايا summer summer river يعني نهر river 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 بيتفتر مي river اللغة الإنجليزية English واتلاحظ أن اللغة بدأ هنا بحرف E capital يبقى أنا عندي اللغات بنبدأ بيه بحروف كابتال Chinese هنا C capital وإنجليش إيه أولاد E capital English English سياح يعني tourists 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 سياح tourists tourists الكسترة vocabulary برضو تذكر ومهمة طفل يعني child child طفل child child الوالدان اللي هو الأب والأم اسمهم parents parents اللي هم الوالدان parents parents world اللي هو العالم world world يبقى تفتر مي world ممتع يعني fun fun ممتع يعني fun fun friend اللي هو صديق friend 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 interesting اللي هو شايق ودي أججكت في أولاد الصفة interesting 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 places أماكن places places أماكن يعني places boring ممل ودي أولاد أججكت في صفة boring boring يعني ممل boring عندي هنا كارب يعني boat boat كارب boat زنايل اللي هو نهر النيل زنايل زنايل نهر النيل زنايل suddenly فجأة suddenly suddenly يعني فجأة suddenly happy اللي هو سعيد ودي أججكت في أولاد الصفة happy happy سعيد يعني happy بعد كده عندي اللي هي تصريف الأفعال أنا عندي regular verbis أفعال برضو هنا منتظمة قلنا الأفعال منتظمة بضفة إيه D للأفعال لنهيتها إيه L-E-D مع معظم الأفعال L-I-E-D مع الأفعال لنهيتها Y قبلها حرف ساكن تقلب ال-Y ل-I-E-D جيب لي هنا travel يسافر الماضي منه traveled travel traveled travel traveled stop يتوقف الماضي منه stopped stop stop يتفترني stop stop shout يصيح الماضي منه shouted shout shouted shout shouted call ينادي الماضي منه called 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 jump يقفز الماضي منه jumped jump jumped jump jump save ينقز الماضي منه saved save saved save saved smile يتسم الماضي منه smiled smile smiled smile smiled decide يكرر الماضي منه decided decide decided decided عود نفسك الجزء اللي انت حاسس ان انت لسه الكلمات مش مزبطة معك فيه تقوم راجع شوية بالفيديو وتسمعه من اول ورديد مرة واثنين وثلاثة تلاقي الكلمات سبتت معاك عندي كمان الريجلار افعال غير منتظمة غو التصريف الاشر افعال مازل جوه منت وفيديو اولاد حفظ مالهاش قاعدة غوه منت غوه منت غوه منت غوه منت غوه منت سي اللي هو يرى الماضي منه سو سي سو سي سو سي سو سي سو ميت يقابل الماضي منها مت ميت مت ميت مت speak يتحدث الماضي منها spoke speak spoke speak spoke fall into الماضي منها fell into fall into اللي هو يسكت فيه fell into swim يعوم أو يسبح الماضي منها swam swim swam swim swam بعد كده عندي expressions and phrases يعني جمل وتعبيرات live on يعني يعيش على live on travel up and down يعني يسافر زهابا وإيابا travel up and down travel up and down one day يعني ذات يوم one day jump into يقفز في jump into jump into work on يعني يعمل على work on work on from all over the world يعني في جميع أنحاء العالم أو من جميع أنحاء العالم from all over the world from all over the world please help me يعني ساعدني رجاء please help me please help me thank you so much يعني شكرا جزيلا thank you so much thank you so much هنا بقول لي تكير خد بالك كده عندك معلومات بقى أن أسماء الأشخاص والجنسيات واللغات والأماكن الشهيرة بتبدأ بحرف كابتل أي يمكن موقعها في الجملة أي سنة ربعة بتبدأ بحرف كابتل أسماء الأشخاص زي شريف زي أحمد زي علي زي كريم زي محمد زي مريم زي أسماء زي إمان زي أي اسم في الدنيا بيبدأ بحرف كابتل أي كان موقعه في الجملة أي اللغات زي Chinese اللغة الصينية English اللغة الإنجليزية أي لغة French اللغة الفرنسية Arabic اللغة العربية طيب ده بالنسبة للغات الأماكن المشهورة Zennile اللي هو نهر النيل هنا بدء ال-N capital أي أماكن مشهورة هنا أعطيه مثال Shreve's Dad بابا شريف اللي هنا يا أولاد بنستخدم الفصلة العليا للتعبير عن الملكية يعني أنا هنا ضبت ال-S وحطت فصلة فوق عشان أقول ده بابا شريف بدل على الملكية بتاعته تعال نكمل وصلنا بعد كده لصفحة 134-134 عشان نقرأ اللي ستوري بتاعتنا اللي هي Living on a boat يعني العيش على متن قارب Living on a boat Look and read انظر واقرأ The beginning اللي هي البداية بتاعت القصة بتقول إيه My friend Shreve lives on a boat in the summer عايش على قارب في الصيف His parents أباؤه work on tourist boats بيعملوا على القارب السياحية So لذلك He goes with them هو بيروح معاهم They travel up and down هو بيسافر زهابا وآيابا في زنايل في النين He likes the summer هو بيحب الصيف very much كثيرا He sees many interesting places هو بيشوف أماكن ممتعة And he meets وبيتقابل مع people from all over the world من جميع أنحاء العالم He speaks هو بيتحدث English 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 And Chinese وصيني With the tourists مع السياح تمام؟ تمام زميد البداية منتصف القصة تعالي بقى نشوف واحد عايش على متن قارب ويروح رحلات نيلية مع بابا ومامته ويشوف ناس سياح كتير ايه تكملة One day في يوم الأيام زبوت القارب stopped توقف And Shreve saw some children playing شاف بعض ايه أطفال بيلعبوا Suddenly فجأة A small child طفل صغير fell into the river سكت في النهر The child shouted بدأ يصرخ ويقول Please help me لو سمحتوا ايه ساعدوني Shreve called his dad بدأ ينده على بابا Shreve's dad saw the child and jumped into the river بدأ ايه يرى الطفل بابا شريف وبدأ يقفز في نهر النيل He swam هو بدأ يعوم and saved the child ويأيه وأنقز الطفل The child الطفل smiled and said thank you so much اتسم وقال له شكرا جزينا لك The end النهاية التقصة ياولاد ان Shreve was very happy كان سعيد جدا But he also decided وكمان قرر to learn to swim ان هو يتعلم يتعلم السباحة ليه يتعلم السباحة عشان لو شاف طفل بعد كده يدر ينقزه هو The moral of the story المغزى من القصة دي ان we should help people يجب ان نساعد الناس when they need help اللي بيحتاجون الى مساعدة لان نشوف حد محتاج مساعدة لازم نساعده اول حاجة Where does Shreve live in the summer بيعيش فين Shreve في الصيف احنا قلنا على قارب ايه على قارب سياحي اهو On a boat lives out Shreve lives on a boat in the summer دي جابت سؤال number one ننقلها زي ما هي كده يا سنة ربعة هانا تاني حاجة How did Shreve's dad help the child ازاي بابا شريف ساعد الطفل احنا قلنا ان هو عامل ايه اهو Shreve's dad saw the child and jumped into the river هو he swam and saved the child دي جابت سؤال number two نكتبها هنا يا سنة ربعة Why do you think لماذا تعتقد ان Shreve decided قرر ان هو to learn to swim ليه قرر ان هو يتعلم السباح طبعا وكرر ان هو يتعلم السباح عشان بعد كده لو هو محتاج ينقذ حد يقدر ايه ينقذه تعالى نكمل بعد كده unit four listen كمين فيها صفحة 135 135 الجزء الثالث والاخير في الدرس وهو جزء pronunciation الصوتيات او النطق listen استمع point asher and say وكل النهاردة هناخد حرفين مهمين جدا جدا يا سنة ربعة هو حرف V وحرف F حرف V بيعني زي اهتزاز كده في الحلقة عندك لكن حرف F بيطلع هوا من فمك وما بيعملش الاهتزاز ده بقولك to pronounce ها V correctly عشان تنطق حرف V بطريقة صحيحة touch your neck المس رقابتك with your finger بإصبعك say وابدأ أقول van your neck moves رقابتك هتتحرك كده van van اول كلمة معي فيها حرف V living room living room living room يعني غرفة المعيشة living room van اللي يخد روات than vegetables اللي يخد روات vegetables ده بالنسبة لحرف V طب بالنسبة لحرف F قالك to pronounce F correctly عشان تنطق حرف F بطريقة صحيحة touch your neck المس رقابتك say fish fish Your neck doesn't move. رقابتك مش هتتحرك. وبرضو لو نطقنا. Face. اللي هو وجه. Face. بنطلع هوا من بوقنا شوية. Face. Fan. اللي هي مروحة. Fan. Fan. Fish. اللي هي سمكة. Fish. Fish. Foot. اللي هي قدم. Foot. Foot. حرف الف ما بطلعش اهتزاز من رقابتي. لكن حرف الف بطلع. هنا بقول لك. انقول. تعالى كده عندنا زي نص استماع موجود في اخر الكتاب. ببدأ اقول لك كلمات معينة. وانت تبدأ تعمل على الكلمات دي. يا اما آآ فان. لا اما فان. تقدر تشوف ايه نص الاستماع ده في اخر او في نهاية الكتاب. محلول. وطبعا حسب ما انا اقول لك مسلا اختار فان اختار فيجيتابلز اختار فيز اختار انا بحدد وانت ايه تختار. تعالى نكمل. وصلنا بعد كده يا سنة آآ ربعة لصفحة مية ستة وتلاتين الجزء الخاص بالحل على لو انت لسه مشاركتش في القناة فعلت زر الجرس انزل اشتريك حالا وفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد. شارك ده مع الزكاك عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الطلاب ودعمنا بايه? ودعمنا بلايك. هنعمل ايه دلوقتي زي ما انتم شايتين كده? هنبدأ نقرأ نص الاستماع ونحله على طول. نص الاستماع بيقول اي ام خالد. انا اسمي خالد. جميل. انا عايش في السمول تون يعني مدينة اين صغيرة. هي مكان جيد لعيش فيه. انا بذهب للمدرسة او بتمشى للمدرسة افري داي. يبقى خالد جوز تو سكول. انفط سانا على اقدام. باي كار بالعربية ولا باي بانس بالتويس ولا باي بود طبعا هو سيرا على الاخدام. كمل وقال بجانب مين المكتب البريد. كمل وقال هناك مستشفى امام المدرسة. اخر حاجة قال انا بحث بايه مدينتي حقت. تعالى نبدأ بقى حل على طول. حين اقول لك تشوز the correct answer. اختاري الجاب الصحف. from ABC or D. it is hot today. الجو حرر النهاردة. we need. احنا محتاجين. to turn on the. ان احنا نشغل فان. المروحة. excuse me معذرة. نقط is the post office. انا عايز اسأل عن المكان. بسأل عنه بادات الاستفهام where. يعني اين مكتب البريد. to go to the mall. عشان تروح للمول. go. انا عايز اقول لك امشي في خط المستقيم. انا عايز اقول ما بين السوبر ماركت ومن المدرسة يبقى ايه ياولاد. between. نقط the second left. عايز اقول لك خذ المنعطف الثاني يسارا. يبقى اولك take the second left. my house منزلي از انظرت على اليمين. كملنا قولنا. شريف نقط english and chinese. عايز اقول ان الشريف بيتكلم صيني وكمان انجليز. the hospital is not at the corner. على المصي يعني on the corner. go straight and not left. عايز اقول لك التاجي يسارا يبقى turn left. بنتستخدم افعال الامر. نقط straight يبقى go straight. ahead يعني اصير في خط المستقيم. the post office اللي هو مكتب البريد is not at the left. يبقى هنا هنقول on the left يعني على اليسار. تعالا نكمل. نقرأ القطع دي طبعا نختار من الكلمات اللي قدامنا. i live انا بعيش on a boat على قارب in the summer في الصيف. my not work on tourist boats. وما يمين my parents. ابائب يعملوا على قوارب سياحية. نكتب number one هنا. so لذلك i go with them. انا بروح معاهم. we travel up and the noot. احنا بنروح ايه ذهابا وايابا. up and down. the number two. مكتبه هنا يا سنة رابعة. the night of the need. i like the noot very much. انا بحب ايه كثيرا summer. the number three. i see انا برا many interesting places اماكن شيقة كتيرة. and i meet people وبقابل الناس from all over the world من جميع انحاء العالم. دي number four هنكتبها هنا. تعال انا كامل. بعد كده عندنا قطعة ونحل عليها في صفحة A 137 137. هنا بيقولك ايه. my friend صديق الشريف is from a swan. من اصوان. he lives on a boat. وعيش في قارب in the summer في الصيف. his parents اباؤه work on بيعملوا فيه tourist boats قوارب سياحية. so he goes with them. هو بروح معاهم. they travel up and down the nile. بروحوا ذهابا وايابا في النيل. he likes the summer بيحبه الصيف very much كثيرا. he sees بيشوف many interesting places اماكن كتير شيقة. and he meets وبيقابل people from all over the world من جميع الحال العالم. he speaks so. بتحدث انجليش انجليزي and chinese وصيني. with the tourists مع السياح. شريف likes the nought very much. بيحب ايه كثيرا بيحب طبعا summer الصيف. تاني جملة. the underlined word. كلمة تحتها خاطلية interesting means. بتعني ايه. nice لطيف. بورنج ممل بات سيء old قديم. بتعني نوع nice لطيف او شيء. هنا بيقولك. where do shrieff's parents work. والد او والدي شريف بيعملوا فين. طبعا هم بيعملوا يا ولاد فيه الكوار بقى. his parents work on tourist boats. يبقى دي اجابة السؤال رقم كام. رقم ثلاثة. جميل. بعد كده بيقولك. where is shrieff from. من اين شريف. طبعا شريف من اسوان. my house shrieff is from اسوان. دي اجابة السؤال رقم اربعة. من اول هنا كده. الى هنا. دي اجابة سؤال رقم اربعة. بعد كده بيقولي بقى. صلاحي الكلمات اللي ما بين الاقواس. excuse me. نقطة is the supermarket please. انا عايز اقول اين السوبر ماركت يبقى where. يبقى where بمعنى اين. بنستخدم اين للمكان. احنا قلنا ان احنا بنستخدم صغط الامر. لما ناجي ايه ادي اتجاهات. فهنقول turn left. يعني اتجاه يسارا. بعد كده بيقولك احنا عايزين اقولك صرف خط مستقيم. يبقى يا ولاد يبقى يبقى go straight. يعني ايه go straight. يعني صرف خط مستقيم. the school المدرسة is عايز اقوله على الناصية. يبقى on on the corner. يعني على الناصية. عايزين اقولك خد الاتجاه اللي هو الايه. عايز اقولك يعني خذ الطريق التانية صارا. يبقى take the second left. take a صيبة ام. زهوز بالتالي المستشفى نقط. ما بين المدرسة والسوبرمج. يبقى between. بعد كده عندي طبعا بانتكويت. ويحط في الاخر عشان دي جملة عادية. هنا يبقى اقدر اتحدث انجليش. معمولة طبعا البنتكويت بتاعها. and arabic. وايه كمان الايه. بتاع عربي اللي احنا قلنا اللغات بتتعامل ايه يا ولاد زي ما اتفقنا بتعامل بحرف بكده يا سنة رابعة خلصنا خلاص الدرس التالت في كتاب الجيم الواحدة الرابعة. بإذن الله الفيديو اللي جاء نزيل لكم الدرس اللي على الدور اللي لسه مشتركش في القناة. وفعل زر الجرس ينزل اشترك حانيا وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان يوصل لأكبر قدر منكم الطلاب ودعمنا بلايك. سيب لك تحت في الوصف ازي تكتب اميل وصفحة الفيسبوك لو محتاج ايه استفسار. واسيب لك كمان قائمة تشغيل الصف الرابع الابتدائية عشرين خمسة وشين ترمى اول. اشتركوا فيها جميع الفيديوهات الابتدائية مشروحة ومحلوها بالترتيب من كتاب الجامع وكتاب المعاصر والتقيمات الاسبوعية الخاصة بموقع الانزارة. اشكركم جميعا واشوفكم في فيديو جديد كانت معكم مسأس ما ياسر